يتصاعد التوتر شرقية سوريا بين القوات الأمريكية التي تقود تحالفاً دولياً كبيراً ضد تنظيم داعش الإرهابية والفصائل التابعة لإيران التي تنتشر على مساحات واسعة من الجغرافيا السورية والسبب فيما يبدو للعلن هو حرب غزة ولبنان فيما الأسباب الكامنة فهي في كواليس أصحاب صنع القرار ضربات جوية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تنفيذها ضد أهداف تابعة للفصائل الإيرانية في سوريا دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الأهداف أو مكانها سانت كوم قالت في بيان إن الضربات استهدفت تسعة أهداف في موقعين تابعين للفصائل الإيرانية بهدف إضعاف قدرة الفصائل على التخطيط وتنفيذ هجمات المستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل غوريلا قوله إن واشنطن لن تتسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية مؤكداً اتخاذ كافة الخطوات لحماية الأفراد وشركائهم في التحالف في غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة عناصر من الفصائل التابعة لإيران وإصابة عشرة آخرين بغرة جوية للتحالف الدولي على مواقع عسكرية تابعة للفصائل في القورية والميادين بريف دير الزور شرقية سوريا وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين دفاعيين أن هجومين على الأقل استدفاء القوات الأمريكية في سوريا دون أن يسفر عن أي إصابات ترجمة نانسي قنقر